خلينا أقول لحضراتكم الجديد أن حالا في هذه اللحظات طيارة النادي الأهلي الخاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وأنا أتكلم معكم وهم خلاص دلوقتي وصلوا وبعد قليل حيكون معنا كل الأجواء اللي بتتعلق بوصول بعثة النادي الأهلي ألف مليون حمد الله على السلامة وأبطال ورجالة وفرحته جمهور الأهلي وبإذن الله منتظرين منكم المزيد ومنتظرين منكم اللقب ودي نقطة اللي أنا عايز أأكد عليها لأن اللقب هو الأهم وهو اللي بيستنى كل جمهور النادي الأهلي خصوصا لما تبقى بطولة غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة وجمهور الأهلي مش متعود على كده لكن عندنا سكة كبيرة جدا في الجهاز الفني واللعابين خصوصا كمان بعد الأداء الرجولي اللي شفناه مبارح والروح العالية اللي شفناه في أرضية الملعب في لقطات أكيد حضراتكم بالتابعة على السوشيال ميديا أنا كان نفسي عارضة على حضراتكم داخل الملعب للفرق لكن عشان الحقوق وكل هذه الأمور صعب أن احنا نعارضها لكن في كل الأحوال بتبين لك مدى الروح اللي عالية جدا عند اللعاب الأهلي يعني في لقطة كده للشناوي بعد ما صد ضربة الجزاء ده لسه هتكلم عن الشناوي ده الشناوي ده ما شاء الله لك هو تقيلة بالله يعني صد ضربة الجزاء علي معلول راح منتهى الروح منتهى الفرحة اللي فيه ايه الحلاوة دي عشان كده جمهوري الأهلي بيحبك يا ابني والله بجد سواء بقى علي معلول ياسر إبراهيم ناس كتير جدا جدا السولية ناس كتير وانا هتكلم على واحد واحد لحد ما تجلنا لقطات وصول الفرقة اللي وصلت خلاص زي ما قلت لحربكم من لحظات قليل طيب تشكيل الأهلي امبارح كان مين الشناوي في حراسة المرمى علي معلول باكا ليفت ايمن اشرف مساك وياسر إبراهيم مساك ومحمد هاني باكرايت في نص الملعب السولية وديانج قدامهم أفشة على الأطراف أجايي وحسين الشاحات والمهاجم مروان محسن تعالوا بقى نمسك واحد واحد كده الشناوي بطل النادي الأهلي في الحقيقة في الحقيقة يعني حارس الأهلي كما يجب أن يكون محمد الشناوي هو حارس الأهلي كما يجب أن يكون أي واحد من الحراس في مصر بيحلم بحراسة مرمى النادي الأهلي يتفرج على الشناوي يتفرج على شخصية الشناوي بعد طبعا فترة طويلة وعمر طويلة للشناوي مع فرقته في الأهلي بإذن الله طيب خلينا نروح لمدخلة مهمة الأول بعد ما أو خليني أختم حتة الشناوي نتكلم مع فاروق يعني الشناوي نجم وبطل وفي الحقيقة مميز جدا وقدر أن هو يثبت ويطمن جمهور الأهلي فترات طويلة وسنين كتيرة فاتت الأهلي ما كانش متطمن على الفرقة أو مش متطمن على مركز حراسة المرمى بالنسبة للفريق الشناوي بقى له سنتين في الحياة مطمننا الراجل ماشي بخطة سابتة ممتازة ضربات جزاء إيه يا ابن ما شاء الله اللي بيصدها تطور في الحتة دي بالمناسبة تعالوا كده نتكلم مع بعض وصراحة من فترة فاتت من أكتر من سنتين كان الشناوي ما بيصدش ضربات جزاء كان الموضوع بالنسبة له لا مش متفوق فيه لكن الميزة في الشناوي إنه هو طور من نفسه واشتغل على نفسه لحد ما هو تقريباً آخر ثلاث ضربات جزاء اتشاطه على الأهلي آخر ثلاث ضربات جزاء اتشاطه على الأهلي قدر الشناوي هو يصدهم فدي حاجة أكثر من رائعة وزي ما قلت لحضراتكم حرس الأهلي كما يجب أن يكون محمد الشناوي عنوان حراسة المرمى في مصر وعنوان حراسة المرمى في أفريقيا ومثل يحتزى به وما فيش وجه مقارنة ومش تضخيم في الشناوي لا ده عشان مستوى فترة طويلة بيقدي الشناوي بشكل أكثر من رائعة نفيش وجه مقارنة ما بين حمد الشناوي أي حارس تاني في مصر خالص في الحقيقة أولا في أفريقيا ممكن تقارن في بعض الحراس مثلا أونيانجو بعض الحراس المميزين لكن الشناوي ممتاز وماشاء الله عليه وربنا يا رب يحميه والأهم الاستمرارية على هذا المستوى وفي الحقيقة هو من كاس العالم 2018 لحد دلوقتي وإحنا في 2020 الرجل في مستوى ثابت وإيه بيتقلق وإيه بيتفوق شكرا محمد الشناوي في الحقيقة على أدائك بالأمس وعلى أدائك على مدار الفترة اللي فاتت كلها وبإذن الله أنت تكون عنصر أساسي كالعادة أنت بإذن الله تجيب لنا بطولي الدورة أبطال أفريقيا السندي عندي لسه كلام على بعض اللاعبين المهمين كمان واللي قدوا مباراة كبيرة جدا مبارح ترجمة نانسي قنقر